فأنا عاوز أقول أنه الناس كل قدمت كل الدعم الراجل اختار أفضل العناصر من وجهة نظره أتمنى أن يكون مباراة غانا دي مباراة انطلاق نحو اللقب عندنا نقدر عندنا لعبة عندنا لعبة عندنا لعبة عندنا إمكانيات بس عاوزين الروح عاوزين الروح البطل تعود الروح البطل تعود بتركيز شديد في الملعب بتقليل الأخطاء بس أنا هتكلم مع حضرتك يا أستاذ محمود لازم بفي حاجة خارجة اللي طار على فكرة أنا هتكلم معك بمنطقة الصراحة يعني مش هنتكلم على من برة أو كهوامش في الكلام لأ هتكلم في تفاصيل خلينا نروح واحدة واحدة كده طالما فتحنا ملف المباراة القادمة كنت عايزة أتطرق لمباريات أمس بس خلينا نعود لها مرة تانية خلينا في الوقت في مباراة مصر وغانا ونتكلم بمنطقة الصراحة المباراة اللي احنا لعبناها بتشوف مين مش يعني كان أداء منه متوقع تماما وتحديدا نحبدأ بالمحترفين مين من المحترفين بتوعنا اللي شايف أنه هو تقريبا جي زي ما ما جاش ومش بنقلل منه هو بنتكلم فنيا عشان بردو نبقى فصلين ما بننتقدش شخص يعني بني آدم بشخصه بنتكلم عن فنيات فمين من المحترفين شايفه لا شو ده كلهم كلهم ده تصريح خطير جدا معادة عن مصطفى محمد معادة عن مصطفى محمد ده تصريح خطير على فكرة لا لا كلهم كلهم ما كانوا شوفوا حالتهم في حاجة غريبة كانت في المباراة تحس إنه الناس دايها مش شايفة ده في كزا لقطة في كرة مثلا ضعت من محمد صلاح قال الناس كلها مستغربة كرة نزلة في ماضية الجزاء دايما صلاح بحطها كده بشمال هناك في الزوية نتكلم بصراحة أكتر آآ 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 ليه محمد صلاح مع المنتخب المصري مش محمد صلاح لا ما قدرش أقول كده أنا بتكلم برضو فني لا ماشي ما قدرش أقول كده لكن هو محمد صلاح برضو عليه ضغوط كبيرة جدا وكابتن وطموح الناس عندها أمل كبير وحتى الصحافة الأوروبية الصحافة برها مهتمية يمكن اللي منذ عمل التقرير وعمل ترابط ما بينه وما بين ميسي قدت لك ميسي قعد طول تاريخه نفس الفوز ببطولة أمريكا الجنوبية ماشي يعني قعد قدي كل بطولة يخسرها لغاية ما تحقق الحلم في البطولة اللي فات في عشرين تلاتة وعشرين خلاص قالت أن محمد صلاح عنده طموح أنه الحاجة اللي نقصها أنه يعمل ايه يعمل بطولة أفريقيا ويعمل مع الفربول مثلا الدوري ويعمل مثلا أو بطولة الأوروبا لي فده في الفرهبة ايه كتب تاريخه خلاص وشكرا بس ده لو حصل يعني بإذن الله ما أنا بقولك فهو محمد صلاح الناس منتظر منه أنه هو يكون يعني نمبر وين الحقيقي أنه هو يقدم الصورة اللي الناس عايزاها نفسه يشوف هو ياخد بزمام الأمور في المواجهات الزادي ويكون هو البطل أنه هو عنده الروح هو اللعبة شايفة النجم قائد من لكن في المباراة لم يكن حضور محمد صلاح بالصورة المطلوبة وده غريب جدا مش محمد صلاح محمد صلاح بو تريزيجي وخدي بقى عدي زي ما أنت عايزة بقى من وراء الأدام وحمد عجازي ومرموش ومحمد هاني ومحمد حمدي الحالة العامة تشعوري في الملعب أنه لعبش قادر تمشي بالعافية يعني أنت شايفة شايفة التانيكينا عاملين حالة السرعة والضغط عليك إزاي أنت بعفتش تضغط عليهم يعني حتى لما جاءت لك الفرصة ومنحت التقدم مبكرا كان محتاج أنك تضغط عليهم عشان تخلص المطش